بسم الآب والإبن والروح الكدس لله الواحد أمين الإصحة الـ 14 واللي هنتكلم فيه عن شريعة تطهير الأبرص يعني يوم الأبرص يخف من مرضه يعمل إيه علشان يرجع تاني ينضم للشعب لازم ده يكون بتصريح من الكاهن علشان أسرته وبقيت الشعب يرجعوا يختلطوا بيه وهما متأكدين أن ده كان بموافقة الكاهن فزي ما الكاهن قام بدور الطبيب في الإصحة اللي فات الـ 13 وقام بتشخيص المرض والكشف على المريض ثم أنه يقرر عزله من عدمه هنا بقى في الإصحة الـ 14 هيكشف عليه ويتأكد أنه رأ فهيعلمه إزاي يقدم شريعة عن نفسه علشان يرجع تاني ينضم لشعب بني إسرائيل وهنا أفكر حضراتكم أن البرص كلمة عامة بتطلق على الأمراض بالذات الجلدية عند البشر اللي منها الجزام كأخطر نوع أو منها أمراض أخرى زي القراع بس كلها معدية ولازم اللي يصاب منها يعزل أو بتطلق كمان على الفطر اللي ممكن يصيب الملابس وهنعرف في الإصحاح ده كمان إنها ممكن تطلق على العفن اللي ممكن يصيب جدار البيوت وكل هذه الأنواع سامة ومضرة لكل من يتلامس معها وعشان كده ربنا كان بيعلم شعبه إزاي يعزله هذه الأمراض أو أصحابها أو حتى الثياب أو الطوب اللي بتصيب لكن كمان أفكر حضراتكم إن لأن المرض ده لما بيجي في الإنسان بيكون ظاهر وواضح كدا وفي نفس الوقت بيخلي الإنسان شكله غير مقبول بالذات لو كان من نوع الجزام وكمان صعب في العلاج فأحيانا يحتاج تدخل الله المباشر لشفاء هذا الإنسان من المرض في الوقت اللي ما كانش ليه علاجات معروفة علشان كده ربنا استخدم هذا المرض علشان يكون علامة للشخص اللي ممكن يكون عمل خطية كبيرة وربنا عايزه يشعر بيها ويقدم عنها توبة وأشهر هذه الخطايا هي خطية الكبرياء اليهود كتبين كده في التلموت بتاعهم إن اللي كان بيوصاب بهذا المرض كان في الأغلب عنده خطية اسمها الكبرياء كبرياء ده خطية داخلية مش بينة مش معروفة لكنها مهلكة فبيقصد ربنا يظهرها للإنسان على جلده إن يجيله هذا المرض فيفهم كبرياءه ويفهم خطيته ويعزل حتى ما يتوب عن هذه الخطية ويتضع أمام الله لكن فيه في أحوال تانية كانت هذه الأمراض نتيجة عدوى طبيعية فكان هذا الإنسان بيعزل لحد ما يخف منها ويرجع يوري نفسه للكاهن علشان يرجع ينضم تاني للشعب فده رمز جميل روحي استغلوا الكتاب المقدس والوحي المقدس عشان يقول لنا إن أي إنسان بيقطع من الشعب سمعايز يرجع تاني للشعب مش بس لما يكون مريض جسديا لكن الأهم لو مريض روحيا فلازم يرجع عن طريق تقديم زبايح يعني الإصحاح ده زي ما يكون وسيلة إضاحة قدامنا لأي واحد بعد عن الكنيسة قطع من جسد المسيح لفترة يجب إنه يرجع ويتقدم وهو طاهر ونظيف ويرجع تاني يدخل جوه شركة الكنيسة بتقديم الزبايح في العهد القديم أو بالإفخة رستية وشركة جسد الرب ودمه في العهد الجديد يعني باختصار هذا الإصحاح بيقدم شريعة تطهير الأبرص اللي ربنا استخدم هذا المرض أحيانا للتقديم أو أحيانا كرمز لدخول الخطيئة جوه الإنسان وتشوهها ليه وفي الحالتين رجعهم لشعب بني إسرائيل لازم يكون عن طريق التوبة وتقديم الزبايح عشان الكل يأخذ معنى روحي لفيدته الخاصة من الآبا الإبن والروح القدس لله الواحد أمين الإصحاح الـ 14 وكلم ربنا موسى وقال له هقولك شريعة الأبرص يوم ما يبلغ أنه هو طهر والبقعة اللي في جسمه بتاعة المرض راحت يجيبوه عند الكاهن ويخرج له الكاهن خارج المحل ما يدخلش لهيكل لسه لحد ما الكاهن يشوف فلولقى ضربة البرص برؤت من الرجل الأبرص يؤمر الكاهن أنه يحضر معاه عصفورين حيين طهرين ومعاهم خشب أرز وكرمز اللي هو قماش أحمر وزوفة وده نبات زي البقدونس ويؤمر الكاهن أن عصفور منهم يسبح والدم بتاعه يتحط في إناء خزفي ومعاه مية دم ومية ما كان العصفور الأول أما العصفور التاني اللي لسه حي ياخده وياخد معاه خشب الأرز والقماش الكرمز والزوفة ويغمسهم في الدم والمية بتوع العصفور اللي بدبح وياخد من الزوفة وينضح على الإنسان اللي اتهر من البرص سبع مرات وبكده تبقى بداية طهرته أو نضافته أو إعلانها قدام الناس أما العصفور الحي فياخده الكاهن ويربط بالشريطة الكرمزية رجل هذا العصفور في الخشب بتاع الأرز ويطلق العصفور ده وفي رجله الخشبة اللي مربوطة بالقماشة الكرمزية في الصحراء وهو ملطخ بالدماء والماء مطرح العصفور الأول وطبعا ده رمز واضح جدا لموت وإيامة المسيح اللي كفرت عن خطيانا وبرصنا الروحي فالعصفور الأول اتدبح وطلع من جنبه مية ودم علامة على أنه حي فالعصفور التاني يقوم من الأموات وينطلق مع أن لسه عليه علامات الجراح لأنه اتغمس في دم العصفور الأول كأن المسيح القائم من الأموات ما زال فيه جراحات الصليب بين عليه وخشبت الصليب مربوطة في رجله لأن الصليب من بعد ما كان لعنة أصبح بعد قيامة المسيح رمز للفخر ورمز للحياة بعد كده الشخص اللي كان مريد ودلوقتي اتطهر وتقدمت علامة فداء المسيح عنه لازم هو كمان يكون لي دور فيعمل ايه؟ يغسل سيابه رمز للتوبة ويحلق كل شعره رمز للتخلي عن كل المتعلقات بالحياة القديمة اللي فيها الخطية ويستحم بمية طهرة ودي رمز للمعمودية فيتطهر بعد كده ولأول مرة منذ فترة طويلة يرجع يدخل المحلة يعني ينضم تاني لشعب ربنا لكن يفضل بر بيته سبعة ايام تنين علشان نتأكد من كمال التوبة وفي اليوم السابع يرجع يعمل نفس الأمور تاني يحلق كل شعره راسه ولحيته وحتى حواجب عينيه وكل شعر جسمه يحلقه من أجل النظافة ومن أجل رمز للتوبة وخلع القديم ويغسل سيابه ويستحم كل جسده بماء فيتطهر وييجي اليوم التامن اللي هو دايما رمز للقيامة اللي هو يوم الأحد اليوم التامن في الأسبوع ويبتدي يعمل آخر خطوة وهي تقديم الزبايح لأنه رجع تاني عضو حي عامل صحيح في جسد الكنيسة أو وسط الشعب بني إسرائيل فيبتدي يقدم الزبايح بنفسه ياخد خرفين صحيحين ونعجة واحدة عمرها سنة صحيحة وعشر 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 يعني ثلاث أعشار دقيق عشان يقدمهم قدام ربنا مع كل حيوان من اللي فاتوا دول في الزبيحة بتاعته هو جاب خرفين ونعجة مع كل زبيحة من الثلاثة دول هيقدم عشر دقيق ملتوت ممزوج بالزيت وممسوح بيه وفعلا بيجي الكاهن وياخد الشخص المطهر وياخد الأمور اللي في إيدي ويوقفهم قدام ربنا عند باب خيمة الاجتماع كأنه بيقوله حمدلع السلامة وياخد الكاهن الخروف الأول ويقربه أول حاجة زبيحة إسم مع شوية من الدقيق والزيت زي ما قلنا اللي يمثل العشر ويرفعهم قدام ربنا في الأربع اتجاهات وبعد كده يقدمهم زبيحة إسم وزبيحة إسم اللي كانت بتقدم عن الخطايا الفعلية المقصودة يعني ممكن يكون هذا الشخص ربنا سمح له بأن يجيله البرس نتيجة خطية حقيقية فعلا عملها تجاه الله أو تجاه حد من الشعب وبالتالي لازم أولا يقدم زبيحة إسم فيقدم هذا الشخص الخروف في الموضع اللي بيصبح فيه زبيحة الخطية والمحركة يعني مسبح النحاسي أو مسبح المحركة في خيمة الاجتماع لأن زبيحة الإسم زي زبيحة الخطية مقدسة كدس أقدس بتقدم لربنا وبيأكل منها الكاهن فالشخص يطمئن إن الله قبل الزبيحة والكاهن اللي بيمثل كمان الشعب قبل الزبيحة إن هذا الشخص ينضم وسط الشعب تاني وياخد الكاهن من دم زبيحة الإسم ويحط الكاهن على شحم أذن الشخص اليمنى وعلى إبهام إيديه اليمنى وعلى إبهام رجليه اليمنى كعلامة للتطهير وإنه مقبول تاني بسبب دم المسيح جوه الشعب ووسط الكنيسة وياخد الكاهن من بعض الزيت ويصب في كف إيديه الشمال ويغمس إصباعه اليمين في الزيت اللي على كفه الشمال وينطح بالزيت بإصباعه سبع مرات قدام ربنا واللي هيفضل من الزيت اللي في كفه يحط الشحم منه على أذن الإنسان المتطهر وعلى إبهام إيديه اليمنى وعلى إبهام رجليه اليمنى وعلى دم زبيحة الإسم حاجة كده تشبه أبونا لما ييجي يرشم بالزيت الشخص اللي بيقوله صليلي من أجل مرض أو من أجل عوز فيرشمه على جبهته وبعد كده عنقه وبعد كده إيديه الشمال واليمين زي ما بنعمل دلوقتي زي ما كان بيتعامل شبهه زمان واللي فاضل من الزيت اللي في كف الكاهن يحط منه على رأس المتطهر ويكفر عنه قدام ربنا بعد ما خلص زبيحة الإسم يعمل له الكاهن زبيحة خطية ويكفر بيه عن المتطهر من نجسته يحسن يكون عمل خطايا سهو هو ملوش إدراك منها لكن أكيد لما قعد مع نفسه مدة طويلة معزول برا المحلة بدأ يراجع روحه فبيتقدم زبيحة إسم في الأول ثم دلوقتي زبيحة خطية عن خطايا السهو وأخيرا يقدم كمان زبيحة محرقة ويسعد الكاهن المحرقة أو التقدمة بتاعة الدقيق على المسبح ويكفر الكاهن عن الشخص فيطهر وبكده يبقى الشخص اللي بيجيله برس لما يكدي يخف من مرضه بيقدم أول حاجة الزبيحة بتاعة العصفرين ده يوم الكاهن يشوفه على طول لكن بعد سبعة أيام يقوم يقدم تلت زبايح أولا زبيحة إسم عن خطايا العمد تجاه الآخرين أو تجاه الله ثم زبيحة خطية عن خطايا السهو اللي هو ضر نفسه بيها وأخيرا سبيحة محرقة لأنها أم كل الزبايح اللي بترمز لصليب المسيح دلوقتي بقى يا موسى أقولك لو كان الشخص اللي عايز يقدم الزبايح دي اللي اتشافه من البرس بتاعه إنسان فقير لكن مقدرش يجيب خروفين ونعجة وكميات دقيقة وزيد كبيرة خلاص يجيب خروف واحد ويقدمه زبيحة إسم ويرفعه قدام ربنا في الأربعة اتجاهات ويجيب عشر واحد من دقيق مش تلت أعشار يكون مدهون بزيت وشوية زيت سايب معاه ويجيب بدل الخروف التاني والنعجة لا يجيب يمامتين أو فرخين حمام زي ما يقدر يجيب فيقدم الواحد زبيحة خطية والتاني محرقة وفي اليوم التامن يجيبهم للكاهن عند باب خيمة الاجتماع قدام ربنا فياخد الكاهن كبش الإسم ولج الزيت ويرددهم قدام ربنا في الأربعة اتجاهات وبعدين يسبح الخروف أو الكبش بتاع الإسم وياخد الكاهن من دم الزبيحة بتاعة الإسم ويحط على شحمة أذن الشخص اليمنى وعلى إبهام إيديه اليمنى وعلى إبهام رجليه اليمنى ويصب الكاهن برضو من الزيت في كف إيديه الشمال وينضح الكاهن بصباعه اليمين من الزيت اللي في كفه الشمال سبعة مرات قدام ربنا ويحط الكاهن من الزيت اللي في كفه على شحمة أذن الشخص اليمنى وعلى إيبهام إيديه اليمنى وعلى إيبهام رجليه اليمنى وعلى مكان زبيحة الإسم واللي يبضل من الزيت اللي في كف الكاهن يحطه على راس المتطاخر تكفيراً لقدام ربنا بعد كده يجيب واحدة من اليمانتين أو من فرخين الحمام اللي قدر يجيبهم الشخص واللي قدر يجيبه الواحد هيقدمه سبيحة خطية والتاني سبيحة محرقة مع شوية الدقيق اللي قدمه ويكفر الكاهن عن المتطخر قدام ربنا هي دي شريعة تطهير الإنسان الأبرز لو كان إنسان فقير أخيراً كلم ربنا موسى وهارون وقال لهم لما توصلوا أرض كنعان اللي أنا هديها لكم ملكاً ليكم ممكن يبقى فيه ضربة برس أسمح بيها لإيه بقى؟ للبيوت اللي هتعملوها من طوب في أرضكم اللي هتبقى ملككم أنتوا دلوقتي عايشين في خيام لكن لما تدخلوا أرض كنعان الشعب هيعمل بيوت من طوب عايز أعرفكم إن لو فيه بيت حسوا فيه إن الجدار بتاعته فيها شكل غريب يقوم صاحب البيت يروح للكاهن ويقول له أنا حاسس إن في البيت بتاعي الجدران ظهر عليها شكل زي ضربة البرس فيؤمر الكاهن إنهم يفراغوا البيت قبل دخول الكاهن عشان يشوف الضربة دي عشان ما يتنجس كل اللي في البيت وبعد كده يدخل الكاهن عشان يشوف البيت ويعينه فإذا شافت ضربة ولقاها فعلا في الحيطان الطوب بتاع البيت عبارة عن حاجة زي لون أخضر أو أحمر ومنظرها زي ما تكون نقر في الحيط ده بيسموه عفن المنازل وده بيبقى خطر على الناس اللي عايشة جواه وممكن يجيب أمراض في الجهاز التنفسي أو في غيره فيخرج الكاهن من البيت لباب البيت ويقفل البيت سبع تيام ويرجع الكاهن في اليوم السابع ويشوف إذا لقى الضربة امتدت في حيطان البيت يؤمر الكاهن إن الحجارة اللي فيها الضربة يقلعوها ويطرعوها خارج المدينة لأن عليها فطر أو عفن ممكن يكون جه من الرطوبة فيشيلوا الجزء ده من الطوب أو من الخشب ويرموه برى المدينة في مكان إلقاء الأمور الغير نظيفة ويقشر البيت من داخل حوالين الجزء اللي كان مصاب ويطرحوا التراب اللي قشروه برضو خارج المدينة في نفس المكان ويجيبوا حجارة جديدة ويحطوها مكان الحجارة القديمة ويجيبوا تراب وطين يبقوا زي المونة عشان يسبتوا بيه الطوب الجديد فإذا رجعت الضربة وانتشرت في البيت بعد ما شالوا الحجارة القديمة وأشروا الجزء اللي حواليها من البيت وحطوا الحجارة الجديدة وحواليها الطين وجه الكاهن وشاف ولقى أن الضربة امتدت في البيت يبقى ده عفن المنازل برس المنازل ده مفسد في البيت ده عدم نظافة ممكن يكون وراء امراض فيؤمر الكاهن بهدم كل البيت الحجارة لأنها بتصاب بهذا العفن وبالأولى كمان لو فيه أخشاب لأنها سريعة التأثر بهذه الأمراض اللي ممكن تكون معضية ويخرجوه لخارج المدينة في المكان اللي كانوا رموا فيه قبل كده الحجارة والطراب وإذا فيه إنسان دخل البيت في فترة الأسبوع اللي كان مقفول فيه يكون ناجس للمساء وإذا فيه إنسان نام في البيت يخسل ثيابه واللي أكل في البيت يخسل ثيابه لكن إذا جه الكاهن وشاف أن الضربة ما امتدتش في البيت بعد الأسبوع ده وبعد ما شاله الطوب اللي كان مصاب وحطه مكانه طين وطوب جديد يبقى البيت تطهر والكاهن يؤمر بتهارة هذا البيت لأن الضربة قد برؤت وساعتها ياخد أهل البيت ويخليهم يقدموا نفس شريعة تطهير الأبرس يجيبوا عصفورين وخشب أرز وكرمز وزوفة ويتباحوا عصفور في إناء خذف جواه مية وياخد خشب الأرز والزوفة والكرمز والعصفور الحي ويغمزهم في دم العصفور المسبوح وفي المية وينضح البيت سبع مرات ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الحي وبالعصفور الحي وبخشب الأرز وبالزوفة وبالكرمز ثم يطلق العصفور الحي لخارج المدينة على وجه الصحراء فيكفر عن البيت فيتطهر وممكن من هنا نفهم ليه السيد المسيح قال عن نفسه إنه هو الماء الحي اللي بيطهر الإنسان من الداخل كلمة الماء الحي مذكورة هنا بوضوح في الآية رقم 51 و52 ده الماء اللي كان مغموس في الدم وبالتالي العصفور الحي يعني المسيح القائم من الأموات أخد منه وبخشبة الصليب وبالزوفة نضح على كل سكان البيت فتطهروا لأنه هو ماء حي هي دي شريعة لكل ضربة من البرس وللقراع ولبرس السوب والبيت ولكل أشكال البرس إذا كانت نتوء أو طفح جلدي أو بقع لمعان كل ده علشان تعلمكم ومعرفتكم إيه هو الحاجة الغير نظيفة وإيه هي الحاجة الطهرة هي دي شريعة البرس بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين شفنا في الأصحاح ده إزاي ربنا استخدم مرض البرس كوسيلة إضاح أو نموذج للخطية اللي زي ما البرس بيفسد جسد الإنسان فالخطية بتفسد كل كيانه وبالتالي ابتدى ربنا يوضح ليهم بعض الإجراءات والشرائع اللي لازم يعملوها علشان يتطهروا من هذا البرس اللي بترمز بوضوح لكفارة المسيح حياة التوبة والنقاوة المعمودية وأخيرا التوبة والاعتراف ثم التناول في هيئة زبيحة الإسم والخطية وزبيحة المحرقة كذلك إحنا أحبائي في الكنيسة برضو في موقف أو ظرف معين الكنيسة بتستخدم في وسائل إضاح عشان تستغله كفرصة لتعليم أولادها زي ما ربنا قال في آخر آية في الإصحاح لما قال كل اللي أنا بقوله لكم ده من تفاصيل ده عشان يعلمكم برضو الكنيسة بتعمل كده بس في طقس إيه؟ في طقس صلاة الثالث بعد انتقال أحد أحبقنا بعد ما الشخص بينتقل بيجي أبونا في اليوم الثالث ويعمل حاجة اسمها صلاة الثالث اسمها صلاة رفع الحزن علشان الكنيسة تفكرنا إن زي من مسيحة صلب وقام في اليوم الثالث هكذا حبيبنا اللي انتقل حتى لو كان مات لكن إحنا نؤمن إنه قائم مع المسيح اللي قام في اليوم الثالث طب الكنيسة بتعمل إيه عشان تعرفنا المعنى ده الكنيسة بتجيب قدامنا وأبونا بيحط على الترابيزة خمس حاجات كلها بتشير للحياة يعني أبونا بيحط شفشأ فيه مية والمية اللي اسمها مية الحياة الماء الحي ترمس للحياة اللي الواحد يبقى عايز يشربها عشان يعيش تاني حاجة العيش العيش نفسه الخبز اسمه عيش عشان بيرمس للحياة فكده المية ودي كده رغيف العيش بعد كده بيحط خضرة زي البقدونس اللي هي هنا في الإصحاح اسمها الزوفة اللي قال عنها داود في المزمور الخمسين تنضح علي بزوفاك فأطهر برضو الخضرة ترمز للحياة يبقى المية والعيش والخضرة بعد كده بنجيب ملح والملح دايما يرمز لعدم الفساد الملح لما يتحط على السمك أو على أي لحمة يحفظها من إن هي تفسد أخيرا أبونا بيولع شمعة أو نور لأن النار بترمز للتطهير لأن النار بتسوي الأكل وتحفظه من إن هو يبوز يبقى مية وعيش وخضرة وملح ونور كلهم بيرمزوا للحياة فالكنيسة بتستغل هذا الموقف علشان تفكرنا إن ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال تمام زي ما ربينا استغل مرض البرس عشان يعرف شعبه عن طريق الطقس اللي هيعملوه إن الإنسان يقوم من البرس ويرجع وسط شعبه زي ما الإنسان يتوب عن الخطيئة ويرجع وسط كنسته لسه الطقس مخلص بعد ما أبونا يخلص الصلاة بنلاقيه يعمل حاجة ياخد رغيف العيش ويعمله على شكل صليب يقطعه على شكل صليب وياخد من الزوفة اللي هي زي البقدونس ويحطها في المية ويرش على الناس إيه ده بقى؟ رغيف العيش اللي أبونا قسمه على شكل صليب ده زي خشبة الأرز اللي مذكورة في هذا الأصحاح اللي بترمز لصليب المسيح فأبونا بيقطع العيش على شكل صليب لأن الصليب هو اللي نقلنا من الحياة على الأرض للحياة في السماء طبقيت الرموز النور والملح بيفكرون بأنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض يبقى هذا الشخص اللي انتقل لما كان عايش على الأرض كان نور للعالم وكان ملح للأرض طيب والخضرة والمية دي اللي أبونا كان لسه مصليها في صلاة الرقدين والناس سمعوها لما قال نيح يا رب نفس عبدك فلان في موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم هادي الخضرة وهادي المية يعني باختصار كده النور والملح دي حالة الشخص وهو لسه عايش على الأرض الخضرة والمية دي حالته لما وصل السماء وفي النص العيش اللي مقسوم على شكل صليب هو ده اللي نقلنا من الحياة على الأرض للحياة في السماء وبكده الكنيسة تكون لخصت كل إيمانها في الخمس حاجات اللي بتحطهم قدامنا في صلاة الثالث ربنا بيستغل للفرصة عشان ندينا تعليم روحي هو ده الأهم الموت قادم قادم لكن الأهم ان احنا اللي على الأرض نتعز ونتوب فالكنيسة بتسيب جوانا انطباع ان لازم نعيش على الأرض نور للعالم وملح للعالم ونوصل للسماء فنبقى على ماء الراحة وموضع الخضرة والنقلة دي ما نقدرش نتنقلها من غير الصليب رغيف العيش اللي مقسوم على شكل صدر